اشتركوا في القناة نبدأ بالنموذج الثالث الاول اللي هو خاص بطلاب الدمج السؤال الاول اختار عايز مجموعة حل المعادلة سين تربيع زائد 25 يساو صفر عشان تحلها يومعادلة ياما تحللها ياما تحلها بالطريقة العادية تسبت سين وتودل 25 الناحة التانية بعكس الاشارة لو جيت حللتها سين تربيع زائد 25 دي ما تتحللش عشان الاشارة بينهم موجة لو كانت سالب كانت تتحلل فرق بمربعين انما موجة ما تتحللش فنحلها بالطريقة العادية هسبت في الاول السين تربيع وهودل موجة ب25 الناحة التانية هتبقى سالب 25 عايزين نخلص من التربيع اللي فوق السين بنخلص من التربيع بنجيب الجزر هنجيب جزر التربيع لسالب 25 ما ينفعش تجيب جزر تربيع لعدد سالب فيش عدد تضربه في نفسه يديك سالب كنا بنقول السالب تحت الجزر التربيع ليس لو معنا فمجموعة الحل هنا هتكون في اللي هو الاختيار الرابع السؤال التاني بيقول لزا كان المقدار سين تربيع زاد الف سين زاد تسعة مربعا كاملا عايز قيمة الف جايل لك مربح كامل يبقى تستخدم قوانين المربع الكامل الف اللي احنا عايزينها دي موجودة في الحد الاوسط يبقى هستخدم قانون الحد الاوسط اللي هو بيقول موجب او سالب اتنين في جزر الاول في جزر التالت جزر الاول جزر السين تربيع بسين وجزر التالت جزر التسعة بتلاتة هنضربهم هنزل موجب او سالب واضرب اتنين في تلاتة بست ونزل سين هتبقى ستة سين إبقى الحد الاوسط موجب او سالب ستة سين السين دي هو كتبها في الحد الاوسط وعزقي متألف بس إبقى الالف هتساوي موجب او سالب ست تنفح ستة وتنفح سالب ستة في الاختيارات هو كاتب لنا الستة نكمل مسائل الاختيار السؤال الثالث في الاختيار بيقول لي ازا كان سين ناجس واحد احد عوامل المقدار سين تربية ناجس اربعة سين زياد تلاتة عايز العامل الاخر قولنا عشان تجيب عوامل المقدار بتمسك المقدار ده وتحلله سين تربية ناجس اربعة سين زياد تلاتة ده تلات حدود يبقى مقدار سلاسي ومعامل سين تربية اعتبر واحد يبقى ده مقدار سلاسي بسيط هنحلله السين تربية عبارة عن سين في سين شوف كام في كامب تلاتة وتجمعهم يديك اربعة فيش غيرها تلاتة عبارة عن تلاتة في واحد ولو جمعتهم يديك اربعة عشان تعرف الاشارات بص للاخيرة الاول الاخيرة موجم يبقى تعرف ان الاشارتين متشابهين مثل الاوسط الاوسط سالب يبقى هنا سالب وهنا سالب يبقى عوامل المقدار ده لو هسين ناجس تلاتة وسين ناجس واحد هو مديك منهم سين ناجس واحد عايز العامل الاخر اللي هو القوس التاني سين ناجس تلاتة يبقى العامل الاخر سين ناجس تلاتة سؤال الرابع بيقول اذا كان خمسة عالتلاتة والسين يسوي تلاتة عالخمسة والس اتنين عايز السين دي معادلة أوسية المهم عندي إن الأساس يسوي الأساس عشان نقول الأس يسوي الأس لكن دي five على الثلاتة إنما دي ثلاثة على الخمسة مجلوبة عشان أخليهم شبه بعض هشاجلب الأساس ده بدل ما هي ثلاثة على الخمسة هخليها خمسة على الثلاثة وطلق ما جلبت الأساس حط سالف الأس بدل محموجة ب grappling 2 هتبقى سالة بξ 2 لماذا أنا شاجلبت الأساس عشان الأساس ده يكون شبه الأساس إذا للأس يساول أس إبقى السنة تساوي سالب 2 اللي هو الاختيار الأول آخر مسألة في الاختيار عايز احتمال الحدث المؤكد الحدث المؤكد يعني 100% هيحصل ده احتماله بيساوي 1 إنما الحدث المستحيل احتماله بيساوي 0 إبقى الحدث المؤكد 100% أو يساوي 1 كده خلصنا السؤال الأول ندخل في السؤال الثاني السؤال الثاني توصيل أول مقطع بيقول لي إذا كان ألف تربيع مغز به تربيع سوى 15 و ألف زاد به سوى 3 عايز قيمة ألف نغز به كل حصة بناخد من المثال زي دي كنا بنقول نشوف المقدار اللي يتحلل وحلله وبعد ما حلل عوض اللي يتحلل معايا هنا ألف تربيع مغز به تربيع ده حدين وليهم جزر تربيعي ده فرق بي مربعين هحلل الألف تربيع نغز به تربيع واسويها بـ 15 لما نجي نحلل الفرق بي مربعين بنفتح قصين الألف تربيع عبارة عن ألف في ألف والبيه تربيع عبارة عن بيه في بيه والإشارات واحدة موجة بواحدة سالب وهم يدين قيمتها بـ 15 فسويها بـ 15 بعد ما حللت عوض ألف زاد به يدي قيمتها بـ 3 بحوش ألف زاد به دي وعوض عنها بـ 3 القصين يعتبر بينهم فيه ألف نغز بي معرفاش هو اللي عايزها مني فأنا ممكن أكتبها نجت هو أسوي الكلام ده من 15 شوف 3 في كامل دي 15 3 في 5 بـ 15 إبا القصة التانية اللي هو ألف نغز بيه قيمته بـ 5 إبا الإجابة بتاعتنا 5 أنا وصلها بالاختيار الأول السؤال التاني على الاحتمال بيقولي إذا أختير عشوائيا أحد أرقام العدد 37450 فإن احتمال أن يكون الرقم المختار زوجيا عايزين احتمال اختير عدد زوجي الاحتمال يساوي عدد النواتج على العدد الكلي نشوف الأول عندنا كم عدد زوجي ونكسمه على العدد الكلي العدد الزوجي هنا اللي هم الصفر والأربعة كم عدد عددين على العدد الكلي عدد كما رقم عندك 0 5 4 7 3 دول 5 أرقام إبا هنكسم على 5 إبا العدد الزوجي اللي عندنا كانوا عددين والعدد الكلي كان 5 إبا نوصلها بالـ 2 على 5 السؤال التالت بيقول إذا كان سين زياد 3 تربيع يساوي سين تربيع زياد كاف سين صد زياد صد تربيع عيز قيمة الكاف ففلول المسألة دي فيها غلطة في الكتاب المفروض هنا 9 9 صد تربيع عشان تجيب كاف هتفك القوس مما تفك القوس هتعرف كاف بكام هنفك القوس بالقانون اللي هو الأول في نفسه والتاني في نفسه والأول في التاني في اتنين تعال فك القوس الأول في نفسه سين في سين بسين تربيع التاني في نفسه 3 صد في 3 صد بتسعة صد تربيع دايما موجب اللي شارع اللي في النص تنزل في النص الأول في التاني في اتنين سين في 3 صد بتلاتة سين صد وضربها في اتنين تاني بتاع القانون اتنين في تلاتة بستة هتب بستة سين صد كده أنا فكت القوس تعاني قارنه باللي كامت دولي السين تربيع موجودة تسعة صد تربيع موجودة والسين صد كمان موجودة إبا كاف مكانها ستة كاف اللي هو الرقم اللي جاب للسين صد قيمته بستة هنوصله بالاختيار التاني سال الرابع عايز يجمع 4 و 3 زياد 4 و 3 زياد 4 و 3 زياد 4 و 3 في الأسس لما نيجي نجمع ونطرح ما عندناش قاعدة نفعش ناخد 4 ونجمع الأسس مثلا الضرب بس هو اللي بنجمع في الأسس تب اتجمع بنعمل ايه بناخد واحدة منهم ونضربها في عددهم يعني هياخد 4 و 3 واحدة بس وضربهم في عددهم لو عديت دول ادي 1 2 3 4 متكرر 4 مرات فهضرب فيه 4 بخدنا واحدة منهم وضربتهم في عددهم كده الأسسات عندك متشابه عند الضرب نجمع الأسس اللاربع دي تعتبر قس واحد أنز الأساس اللي هو اللاربع وتجمع 3 زياد 1 يساوي أربع ابى الناتج بتاعهم أربع قس أربع اللي هو الاختيار الاخير آخر وعدة في التوصيل عايز احتمال الحدث المستحيل احتمال الحدث المستحيل يساوي صفر مستحيل يعني عمره ما يحصل احتماله يساوي صفر كده خلصنا السؤال التاني ندخل في السؤال التالت السؤال التالت أكمل أول نقطة بيقول لي سين تربيع نجصات تربيع بيساوي نجط في نجط يعني هو عايز يحللها وقد ترخيره عامل للأقواص وعمل لي نجص وزياد يعني جال كده بالساعة دي المهم هنحلل سين تربيع نجصات تربيع دول حدين وليهم جزر تربيعي كبه فرق بمربعين السين تربيع عبارة عن سين في سين الساد تربيع عبارة عن صاد في صاد والإشارات واحدة موجة بواحدة سالة وكاتب لي الإشارات سؤال الثاني نفس النظام ساد تكعيب نجص ثمانية سوا نجط في نجط مساعدنا كاتب لي ناسين تربيع زادة نين سين سيبك من دا وتعن شوف نوع التحليل دول حدين بس وليهم جزر تكعيبي إبه داس مفارق بين مكعبين بنفتح فيه قوس صغير وقوس كبير قوس الصغير بنجيب فيه الجزر والقوس الكبير بالربع تعن جيب الجزر التكعيبي الساد تكعيب جزر التكعيبي صاد نتخذ واحدة منهم تمانية جزر التكعيبي اتنين بعد ما تجيب الجزر التكعيبي هتربع دول هنربع الصاد صاد تربيع المفروض دي صاد تربيع بس هي غلطة في الكتاب ودي برضو مفروض صاد هنربع الصاد صاد تربيع هửو كاتب هان نربع الاتنين باربعة بعد كده بنغير الإشارة وندربهم السالب بنخليها موجب وهو كاتب هالي ونضربهم صاد في اتنين باتنين صاد برضو كاتب هالي يعني هو بيساعد نشوها في التحليل سؤال الثالث سين تربيع نقص خمسة سين زياد ست يسوي سين نقص نقص في نقص نقص ثلاثة تعان نشوفها نحلل بانه نوع عد الحدود عندك حد اتنين تلاتة يبقى ده مقدار سلاسة معامل سين تربيع اعتبر واحد يبقى مقدار سلاسة بسيط نحلل سين تربيع عبارة عن سين في سين سين يبقى هنا سين الستة كان في كان بستة وتجمعهم يديه خمسة الستة اتنين في تلاتة ولو جمحتهم يديه خمسة فكاتب لي التلاتة يبقى هكتب هنا اتنين وكمان هو مريحني وكاتب لي الاشارات اخر وعدة في التحليل الف زاد ب في سين زاد الف زاد ب في سات تلاحظ هنا في عامل مشترك القص نفسه هو المشترك هنا الف زاد ب وهنا الف زاد ب يبقى هاخد قص واحد منهم اللي هو الف زاد ب عامل مشترك لما تاخد الالف زاد بها هيتفضل لك من هنا سين ولما اخدنا الالف زاد بها هتفضل لك سات إبقى خدنا القص نفسه عامل مشترك الحد الاول تفضل لسين والحد التاني تفضل لي سات كده خلصنا السؤال التالت ندخل في السؤال الرابع السؤال الرابع ده صح وغلط او النقطة بيقول لي مدرسة بها 320 تلميذ وتلميذة العدد الكل للمدرسة 320 اولاد وبنات اذا كان احتمال ان يكون التلميذ المثالي ولدا هو 6 من 10 احتمال ان يكون ولد 6 من 10 فان عدد البنات 128 عايزين نعرف عدد البنات 128 ولا لا طب احنا نجيب عدد البنات ازاي لازم نجيب عدد الاولاد الاول لو قدرنا نجيب عدد الاولاد نقدر نجيب عدد البنات هنترحم من المدرسة كلها اللي هي 320 فمدين احتمال ان يكون التلميذ المثالي ولد 6 من 10 والعدد الكل للمدرسة 320 دي اقدر اجيب منها عدد الاولاد لما نحب نجيب العدد بنضرب الاحتمال في العدد الكل بنضرب الاحتمال في العدد الكل لو فاكرين قانون الاحتمال بيساوي عدد النواتج على العدد الكل ده قانون الاحتمال الاحتمال يساوي عدد النواتج على العدد الكل تب لو انت عايز عدد النواتج نفسه بتضرب مجس بتضرب الاحتمال في العدد الكل فانا عشان اجيب عدد الاولاد هضرب الاحتمال في العدد الكل احتمال ان يكون ولد ستة من عشر او ستة على عشر. هضربه في العدد الكل اللي هو تلتمية وعشرين. ممكن تضربهم بالآلة. او لو هتعرف تختصر سفر يروح مع السفر. ستة في اتنين وثلاثين. ستة في اتنين باثناشر. وستة في تلاتة بتمانتاشر. واحد بسعتاشر. ابقى تساوي مية تنين وتسعين. ده كده عدد الاولاد. عدد الاولاد مية تنين وتسعين. هو عايز عدد البنات. اه المدرسة كلها كام? تلتمية وعشرين. جبنا منهم كم ولد? جبنا منهم مية تنين وتسعين. لو تراح تلتمية وعشرين. هش مية تنين وتسعين ولد? هتفضل لك مية تمانية وعشرين بنت. يبقى عدد البنات فعلا هيساوي مية تمانية وعشرين. يبقى الاجابة عندنا صح. ولقى حل تاني كمان قلنا في حصة الاحتمال. ممكن ترجع لها هناك. السؤال التاني بيقول لي ازا كان تلاتة اوسسين بسبع عشرين. فان سين بتساوي تلت. طب تحن نحل المعدلة الوسية دي. تلاتة اوسسين بتساوي سبع عشرين. هنحلل السبع عشرين. سبع عشرين تلاتة في تلاتة في تلاتة. او تلاتة اوس تلاتة. كده الاساس يساوي الاساس. ازا الاس يساوي الاس. ايبقى السين بتساوي تلاتة. هو هنا مديني السين بتلت. بل الاجابة هنا غلط. السؤال التالت بيقول لي سحبة بطاقة عشوائيا من بطاقات مرقمة من واحد لعشر. بان احتمالا تكون البطاقة تحمل عددا فرديا لكن اكبر من تلاتة. فردي اكبر من تلاتة ومدك الاجابة تلاتة على عشرة. طيب في الاحتمال لازم نجيب فضاء العينة الاول. بطاقات مرقمة من واحد لعشرة يبقى نكتب فضاء العينة من واحد لغاية عشرة. تعرف ان العدد الكل للبطاقات يسوى عشرة. هو عايز احتمال عدد يكون فردي لكن اكبر من تلاتة. انت عندك العداد الفردية تبدأ من واحد وتلاتة وخمسة وسبعة وتسعة. لكن هو عايزها اكبر من تلاتة. يبقى ناخد الخمسة والسبعة والتسعة. كم عدد دول تلاتة اعداد? والعدد الكل عشرة. يبقى تسوى تلاتة على العشرة فعلا للاجابة صح. اخر مسألة في الصحة والغلط دي مسألة لفظية. عايز العدد الحقيق الموجب الذي ازا اضيف مربعه الى سلاس امثاله كان الناتج تمانية وعشرين. ومديك الاجابة اربعة. طب تعال نحل المثلا نشوف العدد هيطلع اربعة ولا مش يطلع اربعة. عايزي اللي العدد الحقيق الموجب. هنسمى العدد داسين. الذي ازا اضيفه. اضيفه يعني هاجمع. هاجمع مين? جلو اضيفه مربعه الى سلاس امثاله. العدد سمنا سين. مربعه هيب اسمه سين تربيع. سلاس امثاله يعني ضده تلات مرات. فاسمه تلاتة سين. هضيف دول على بعض يعني هاجمعهم على بعض. كان الناتج تمانية وعشرين. ابقى هسويهم بتمانية وعشرين. ابقى في الاول نقول له نفرض ان العدد سين. اضيف مربعه الى سلاس امثاله. مربعه اللي هو سين تربيع. وسلاس امثاله اللي هو تلاتة سين. هضيفهم على بعض يعني هاجمعهم. كان الناتج تمانية وعشرين. ابقى نسويهم بتمانية وعشرين. عكده نحلها معادلة. هدخل التمانية وعشرين دي بعكس الاشارة. لازم نصفر المعادلة الاول. هنزل سين تربيع والتلاتة سين. للموجة بتمانية وعشرين تدخل تبقى سالب تمانية وعشرين. تساو سفر. اصبح عندك مقدار سلاسي تقدر تحلله. ده مقدار سلاسي بسيط. هنفتح قصين ونحلل. السين تربيح سين في سين. كام في كام بتمانية وعشرين وتطرحهم يديك تلاتة. تمانية وعشرين اربعة في سبعة. ولو طرحت سبعة نقص اربعة يديك تلاتة. لشارع الاخيرة سالف فلشرطين مختلفين. الكبير ياخد في النص. هياخد الموجب والتاني هياخد عكس وهياخد سالب. هنقسم الصفحة نصين ونساوي كل قص بالصفر. اما سين زائد سبعة بصفر او سين نقص اربعة بصفر. ودي السالب اربعة بعكس الاشارة هتساوي موجب اربعة. ودي الموجب سبعة بعكس الاشارة هتساوي سالب سبعة. لبا السين سالب سبعة او اربعة. هو جايل لعدد موجب. يعني مش هختار السالب سبعة. مرفوضة. يبقى نختار السين هتساوي اربعة بس. فعلا ساوة اربعة اللي هجي اللي عليها يبقى الاجابة هنا صح. ندخل في اخر سؤال في النموذج التالت. جاب لما ناخد المسألة الاخيرة في مسألة هنا تابع الصحة والغلط برضو. عايز مجموعة حل المعادلة سين في سين نقص تلاتة في سين زي خمسة. بديك مجموعة الحل صفر وتلاتة وسلب خمسة. نشوف الاجابة صح ولا غلط. عوالي المعادلة دي المفروض هنا بتساوي صفر. وكتبها لك نجة ودي غلطة برضو في الكتاب. طيب. هو محل لك المعادلة. ابا انت هتكسم الصفحة وتساوي كل قص فيهم بالصفر. السين الاولى دي الواحدية هنسواها بالصفر. والقص التاني اللي هو سين النقص تلاتة نسواها بالصفر. والقص الاخير اللي هو سين زياد خمسة نساويه بالصفر. سين تساوي صفر خلاص دي خلصانة. سلب تلاتة تروح بعكس الاشارة تبقى موجة بتلاتة. الموجة بخمسة تروح بعكس الاشارة هتساوي سلب خمسة. البسين كده لها تلات قيم. تنفح صفر وتنفع تلاتة وتنفع سلب خمسة. وهو فعلا كاتب لصفر وتلاتة وسلب خمسة يبقى الاجابة هنا صح. اخر مسلا دي كنا واخدينها بالزبط الحصة اللي فاتت في النموذج الاول. هي هي بنفس الارقام. انحلة هنا باختصار. بيقول لي اكمل الحل ليصبح المقدار اربعة وستنون. في ستة والستنين نون. على اثنين وستاربع نون في تلاتة والستنين نون. في ابسط صورة. يعني عايز يختصر المقدار ده في ابسط صورة. طيب بنختصر ازاي في الاول. بنحلل الاساسات دي. لما الاربعة والستة واللي اتنين والتلاتة. الاتنين والتلاتة ما يتحللوش. لزلك هنزيلهم زي ما هم هنحلل اللي اربع والست. نخلهم على صورة قصية. اللي اربعة اتنين في اتنين. او اتنين قص اتنين. بل اربعة نخليها اتنين قص اتنين. ونزل للقص بتاعها اللي هو نوم. نحلل الست. الست عبارة عن اتنين في تلاتة. اتنين في تلاتة. ونزل للقص بتاعها اللي هو اتنين نوم. المقام ده ما تحللش فينزل زي ما هو. طيب بعد ما نحلل عندنا وسين فوق بعض. هنضربهم. وهنا هنوزع. اتنين قس اتنين قس نون. هتضرب اتنين في نون. هتساوي اتنين نون. طيب هنا هنوزع. اتنون هنحطها مرة فوق الاتنين ومرة فوق التلاتة. هتبقى اتنين قس اتنين نون في تلاتة قس اتنين نون. اتنين قس اتنين نون في تلاتة قس اتنين نون. هو همساعدني في الحال. كده انا خليت الاساسات كلها شبه بعض. اتنينات وتلاتات. اقدر اضرب او اكسم. في الضرب بنجمع الاسس وفي الجسم هنطرح الاسس. بس نضرب الاساسات المتشابهة بس. انا هنا عند اتنين. واتنين واتنين. هناخد اتنين واحدة منهم بس. او اكتب للي اتنين حتى واخد هالي. هجمع الاسس. هجمع اتنين نون مع اتنين نون. وفي الجسم هطرح. هطرح ناضس اربع نون. لبا انا هجمع اللي في البسط اتنين نون مع اتنين نون وهطرح اللي في المقام اللي هي اربعة نون. ده بالنسبة للاتنينات. طب التلاتات دي تلاتة وس اتنين نون ودي تلاتة وس اتنين نون. احنا ممكن نحزفهم مع بعض على طول. بس عشان نمشي معاه انا هياخد اساس واحد بس وعنده القسم اطرح الاسس. هياخد تلاتاة واحدة بس واطرح اتنين نون ناقص اتنين نون. اتنين نون هو كاتبها لي ناقص اتنين نون. تعني جمعه ونطرح كبه اتنين ستتنين يديك اربعانون اربعانون مقسها ربعانون يسوي سفر هنا اتنين نximتنين يديك برضو سفر اي عدد است صفر بواحد اتنين واست صفر بواحد وتلاتى است صفر بواحد واحد في واحدة هتساوي واحد كده خلصنا النموزج التالت ندخل في النموزج التاني اول سؤال في النموذج الثاني اكمل اول نقطة بيقول لي تسعة الف تربيع نقص اربعة به تربيع نحللها لك بتساوي تلاتة الف نقص 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 فنقص زاد اتنين به هو مساعدك في الحال المقدار اللي انا عايز احلله هنا ده فرق بمربعين حدين وليهم جزر تربيع لما تيجي تحلل بتجيب الجزر التسعة الف تربيع عبارة عن تلاتة الف في تلاتة الف اللي اربعة به تربيع عبارة عن اتنين به في اتنين به واحدة موجة بواحدة سالب سؤال التاني سين تكعيب نقص نقص لما محلها لك كانت بتساوي سين نقص اتنين فنقص زاد اتنين سين زاد اربعة لو تلاحظ المقدار ده لما جي حلله فتح قص صغير وقص كبير يبقى تعرف ان ده كان فرق بمكعبين فرق بمكعبين هو اللي بنفتح فيه قص صغير وقص كبير طب او اعيز النقاط اللي هنا اللي هيعرفك النقاط اللي هنا القص الصغير ده احنا كنا بنحلل الفرق بمكعبين ازاي بنفتح قص صغير وقص كبير القص الصغير كنا بنجيب فيه الجزر التكعيبي السين دي قبل ما نجيب لها الجزر التكعيبي كانت كام كانت سين تكعيب وهو كاتبها لك اللي اتنين دي قبل ما نجيب لها الجزر التكعيبي كانت كام كان التمانية. فالقص الصغير ده هو لا يحلل لك المسألة. لو جيت حللت السين تكعيب جزرها سين والتمانية جزرها اتنين. طب القص الكبير كنا بنعمل ايه بالربع? ربع السين سين تربيق. ربع اللي اتنين اربعة هو كاتبها لك. غير الاشارة سالب تباموجة بتضربهم اتنين في سين باتنين سين. نفس الفكرة بالزبط. فتح لقص صغير وقص كبير. تعرف ان المسألة دي كان اصلها فرق بمكعبين او مجموع مكعبين. القص صغير خمسة سين مجمس اتنين كاتب والقص الكبير خمسة وعشرين سين تربيع زاد عاشرة سين كاتب زاد اربع ست تربيع. اع charismaticda sẽعرف اصل المسألة قبل ما نحل لها. اللي هيعرفني القص الصغير ده. قص الصغير اللي احنا كنا بنجيب فيه الجزر التكعيبي. هي الخمسة سين كان اصلا ايه قبل ما نجيب الجزر التكعيبي كعبها ضروبها في نفسها تلات مرات. كان اصلها مية خمسة وعشرين سين تكعيب. لشرف النص نارس نزيلها نارس. الاتنين صات جبل ما نحللها كانت كام? كعبها كانت تمانية صات تكعيب. يبقى القصين دول جبل ما نحللهم كان اصلهم مية خمسة وعشرين سن تكعيب نارس تمانية صات تكعيب. سؤال الرابع عايزي حل المعادلة سين تربيع زاد تلاتة في سين تكعيب زاد واحد سو صفر. هنا محلل لك المثلة ومصفرها لك. ابقى كل اللي هتعمله انك هتكسم الصفحة نصين وتساوي كل قص بالصفر. هتساوي القص الاول اللي هو سين تربيع زاد تلاتة بالصفر والقص التاني اللي هو سين تكعيب زاد واحد بالصفر. وتحل كل معادلة الوحديان. هنود الموجة بتلاتة بعكس الاشارة. ابقى سين تربيع بتساوي سالب تلاتة. عشان تخلص من التربيع تجيب الجزر التربيعي. ما انفحت اجيب الجزر التربيع العدد سالب في مجموعة الحل هنا فوق. هنا هنودي الموجب واحد بعكس الاشارة البسين تكعيب بتساوي سالب واحد نخلص من التكعيب نجيب الجزر التكعيبي في التربيع بنجيب الجزر التربيعي في التكعيب بنجيب الجزر التكعيبي ينفع نجيب الجزر التكعيب لعدد سالب عادي جزر التكعيب لسالب واحد هو بعينه السالب واحد لو ضربت السالب واحد في نفسها ثلاث مرات تديك سالب واحد كده مجموعة الحل عدد واحد بس اللي هو سالب واحد الفواي ما تتكتبش في مجموعة الحل. ابقى مجموعة الحل هنا هتساوي سالب واحد. نكمل سؤال الاكمل. اخر سؤال في الاكمل على الاحتمال. بيقول لي كيز به تسع بطاقات مرقمة من واحد لتسعة. صحبة اتنين وبطاقة عشوائيا. فان احتمالا تكون هزيه البطاقة تحمل عددا اوليا فرديا. تعنجي الفضاء العين الاول. البطاقات مرقمة من واحد لتسعة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. عدد البطاقات كلهم تسعة. عايزين عدد اولي فردي. انت عندك الاعداد الاولية اللي هي ما تقبلش درع على نفسه الواحد. اصغر عدد اولي الاتنين. وزي التلاتة. وكمان الخمسة والسبعة. دول الاعداد الاولية اللي هنا. لكن هو عايزهم فردي. اللي اتنين عدد زوجي فامشان ياخده. التلاتة فردي والخمسة فردي والسبعة فردي. يبا التلاتة والخمسة والسبعة دي اعداد اولية وفردية في نفس الوقت. كم عدد دول تلاتة? على عدد الكلي كلهم كم عدد تسعة? يبا الاحتمال هتساوي تلاتة على التسعة. لو اختصرتها على التلاتة في الواحد تسعة التلاتة فيها التلاتة. ايبا هتساوي تلت? السؤال التاني اختار. اول موقتة بيقول لي ازا كان سين تكعيب في صادوس سالب تلاتة يساوي تمانية. عايز صاد على سين. فبتاعنا عدد دي الاول. هنخلص من السالب الفلوس. بتخلص منه ازاي بتشاجلب? تلغي السالب وتشاجلب. او ممكن صادوس سالب تلاتة دي انزلها في المقام. هي صادوس سالب تلاتة تنزل تحت تبا صادوس سموجة بتلاتة. غير شرط الوس. يعني هنزل سينوس تلاتة. وبدل ما هي صادوس سالب تلاتة تنزل تحت صادوس سموجة بتلاتة. الكلام ده من دهل يساوي تمانية. يباسين تكعيب على صاد تكعيبي ساوي تمانية. طيب لو عايزين نحوش التكعيبات دي عشان تحوش التكعيب تجيب الجزر التكعيبي هتجيب جزر التكعيبي للتمانية. يباسين على صاد بس من غير التكعيبات هتساوي الجزر التكعيبي التمانية هتساوي اتنين. هو في المسألة عايز صاد على سين. سين على صاد باثنين. هو عايز صاد على سين يبقى هتجلب. الاتنين دي تعتبر مقامها واحد. يبقى صاد على سين هتساوي واحد على الاتنين. جلبنا دي. اللي هو الاختيار التالت. نكمل مسألة الاختيار. السؤال التانية في الاختيار بيقول للمقدار سين تربيع زاد أربع سين زاد ألف. ده مربح كامل. أعيز قيمة الألف. تعاني استخدم قانون مربع الكامل. ألف اللي انا عايزها موجودة في الحد التالت. كبه هستخدم قانون الحد التالت. اللي هو بيقول الأوسط على اتنين في جزر الاول لكل تربيع. تعاني نتطبق في القانون. الأوسط اللي هو اربع سين. على اتنين دي ثابتة في القانون في جزر الاول جزر السين تربيع سين الكل تربيع هخلص القوس والنتج اللي اطلع اربعه لو اختصرت السينة تروح مع السين اربع الاتنين فيها الاتنين الاتنين اللي ما تربعه هتساوي اربع يبه الحد التالت او الالف قيم طوب اربع اللي هو الاختيار التالي سؤال التالت في الاختيار عايز مجموعة حل المعادلة سين تربيع ناجس سيني سو صفر المعادلة دي صفرية اربع هنحللها سين تربيع ناجس سين دي فيها عمل مشترك عندك السين مشتركة اربع هطلع السين عامل وبعد العامل بنكسم سين تربيع على السين تفضل لك سين سين على السين هيروح مع بعض تفضل لك واحد بعد ما تحلل سوي كل واحدة بالصفر اما سين بتساوي صفر ودي خلصانة او سين ناجس واحد تساوي صفر ود السلب واحد بعكس الاشارة هبه هتساوي موجب واحد السين لها قيمتين تنفع صفر وتنفع واحد اللي هو الاختيار التالت ندخل في السؤال الرابع في الاختيار هتلاقي معظم الافكار اللي بنحلها متكررة لذلك بنسرح شوية السؤال الرابع برضو معادلة عايز يحل المعادلة سين تربيع مبس خمسة سين زاد ستة يساوي صفر هي متصفرة وجاهزة يبقى نحلل على طول ده مقدار سلاسي بسيط هنفتح قصين ونحلل سين تربيع سين في سين كام في كام بستة وتجمحه ميد خمسة ستة اتنين في تلاتة ولو جمحته ميد خمسة باتنين سلب تلاتة لو راحت بعكس الاشهار هتساوي موجب تلاتة بمجموعة الحل تنفع اتنين او تلاتة اللي هو الاختيار التالت اخر سؤال في الاختيار يقول لي سوحبت بطاقة عشويا من بطاقات مرقمة من واحد لعشرة تستواخدنا في الامتحان التالت لبقى تكتب فضاء العينة من واحد لغاية عشرة العدد الكل عندك عشرة عايزين احتمال اختيار عدد فردي اكبر من تلاتة العدد الفردية هنا اللي هم الواحد والتلاتة والخمسة والسبعة والتسعة بس هو عايز اكبر من تلاتة يبقى نختار الخمسة والسبعة والتسعة كم عدد دول تلاتة على عدد الكل عشرة يبقى الاحتمال هيساوي تلاتة على عشرة كده خلصنا السؤال التاني السؤال التالي تحليل يديك اربع مسال تحليل اول واحدة فيهم عايز يحل الاربع سين تربيع نقص تسعة دول حدين وليهم جزر تربيعي بدا فرق بمربعين قلنا بتعرف النوع بعدد الحدود نفتح قصين ونحلل اربع سين تربيع عبارة عن اتنين سين في اتنين سين التسعة جزرها تلاتة في تلاتة والإشارات دايما مختلفين واحدة موجة بواحدة سالب سؤال التاني سين تكعيب زيت تمانية دول حدين وليهم جزر تكعيلي يبقى مجموع مكعبين نفتح قص صغير وقص كبير نجيب الجزر جزر السين تكعيب سين وجزر التكعيب للتمانية اتنين نربع ربع السين سين تربيع ربع الاتنين باربع ودايما موجة غير الإشارة وضربهم موجة بخليها سالب وهتضرب اتنين في سين باتنين سين سؤال التالت سين تربيع نقص خمسة سين دي فيها عامل مشترك هنا سين وهنا سين إبقى ناخد سين عامل مشترك وبعد العامل نكسم سين تربيع خدنا سين هتفضل لي منها سين خمسة سين خدنا منها السين تفضل لي خمسة آخر واحدة سين تربيع نقص سين زاد اتناشر دول تلات حدود يبقى مقدار سلاسي ومعامل سين تربيع اعتبر واحد يبقى مقدار سلاسي بسيط السين تربيع سين في سين كام في كامب اتناشر وتجمعهم يديك سبعة اللي اتناشر تلاتة فاربعة الأخيرة موجة ببقى لشرطين شبه اللي في النص سالب وسالب خلصنا السؤال التالت ندخل في السؤال الرابع نقطة ألف في السؤال الرابع معادلة عايزي حل المعادلة سين تربيع نقص سين نقص ستة يساوي صفر هنحللها ده مقدار سلاسي ومعامل سين تربيع يساوي واحد يبقى مقدار سلاسي بسيط سين تربيع سين في سين كامب كامب ستة وتترحم يديك واحد انه معامل السين هنا اعتبر واحد الستة تلاتة في اتنين ولو طرح تلاتة نقص اتنين يديك واحد الإشارة الأخيرة سالب فتعرف ان الإشارتين مختلفين العدد الكبير يديله له في النص والتاني عكسه هياخد موجة بعد التحليل سوي كل قص بالصفر السالب تلاتة لو وديتها بعكس الاشارة هتبى موجة بتلاتة الموجة بتنين لو وديتها بعكس الاشارة هتبى سالب اتنين مجموعة الحل هنا ارقامين تنفع تلاتة وتنفع سالب اتنين تلاتة او سالب اتنين نقطة بها في السؤال الرابع اختصار عايز اختصر جزر اتنين وديت خمسة في تلاتة او سالب اتنين على تلاتة في جزر اتنين وديت تسعة هنا الاساسات عندك متشابهة دي جزر اتنين ودي جزر اتنين دي تلاتة وديت تلاتة ايبا ينفع تضرب او تكسب بس تضرب او تكسب المتشابه بس انا هكسب هنا جزر اتنين على جزر اتنين وتلاتة على تلاتة هاخد جزر اتنين واحدة بس والجسم اطرح الاسس اطرح خمسة ناجس تسعة ممكن نعملها بالخطوات أكتب خمسة ناجس تسعة وممكن تكتب سلب عربعة على طول لو عيس اختصر دي تلاتة ودي تلاتة هاخد أساس واحد منهم بس واطرح الأسس سالب اثنين والأسل تحت عتبر واحد أقول سالب اثنين ناجس واحد سالب اثنين ناجس واحد تعال نطرح أو نجمع ونزل لأسات جزر اثنين واطرح خمسة ناجس تسعة يديك سالب أربعة في هنزل الاساس اللي هو تلات سالب اتنين وسالب واحد نضع عشر ونجمع تبى سالب تلاتة تعان فكوا كل واحدة احنا عايزين نخلص من السالب الفلوس الغي السالب وشجلب هتبى واحد على جزر اتنين قص اربعة في هنلغي السالب ونشجلب دي مقامها واحد هتبى واحد على تلاتة قص تلاتة لو فكيت واحد على جزر اتنين وساربعة وان القص الزوجي بيلغي لك الجزر ويسيب نصه هتبى اتنين وساتنين اتنين وساتنين يعني اربعة فيه تلاتة وساتلاتة تلاتة في تلاتة في سبعة وعشرين لو ضربتهم هتضرب بسط ببسط وبمقام في مقام واحد في واحد بواحد واربعة في سبعة وعشرين بمية وتمانية هناخد اخر سؤال السؤال الخامس السؤال الاخير ما تسمى الفه به نقطة الف دي مثلا لفظية عايز العدد الحقيقي اللذي ضعفه يزيد عن معكوسه الضربي بمقدار الواحد الصحيح عايز العدد فنسمى العدد ده سين اللذي ضعفه ضعف السين هيتبسمه اتنين سين ضعفه يزيد عن معكوسه الضربي المعكوس الضربي للسين السين دي تعتبر مقامها واحد تبقى معكوسها نجلبها تبقى واحد على سين جل ضعفه يزيد عن معكوسه الضربي بمقدار واحد قلنا لو عايز تعرف مقدار الزيادة بين حاشتين بتترحهم من بعض يزيد عن يعني هتترحهم من بعض يزيد عن لو بمقدار كان بمقدار الواحد الصحيح يعني هنسويهم بواحد يبقى تاني انا في الاول هقول له نفرض ان العدد اللي انت عايزه هنسمي سين ضعفه يزيد عن معكوسه الضربي ضعف السين يبقى اسمه اتنين سين معكوسه الضربي يعني نجلب السين هتبقى اسمها واحد على سين ضعفه يزيد عن معكوسه يعني هترحهم من بعض يزيد عن لو كان بواحد يبقى سويهم بواحد كده عملت معادلة اللي مدائجني في المعادلة دي السينة اللي في المقام قولنا ملحوظة اي مقام عايز تلغيه اضرب فيه انا هنا مدائجني السين ابي همسك المعادلة دي كله واضربها في سين الحد الاول اضربه في سين الحد التاني هاضربه في سين والحد اللي برا ده برضو هاضربه في سين ليه انا اضرب في سين عشان السين تروح مع السين واخلاص منها لو دربت سين في اتنين سين دو يعتبر جابلها واحد واحد في اتنين باثنين وسين في سين بسين تربيق السين اللي هنا راحت مع السين بجلك واحد واحد في سين بسين كده انا خلصت من السين اللي في المقام اقدر احللها جبل ما اتحللها اصفرها السين دي دخلها جواب عكس الاشارة لكن خلىها في النص عشان تبقى مترتبة بالمرة يعني هنزل اتنين سين تربيق والموجة بسين تدخل تبقى سالب سين ونزل سالب واحد تساوي سفر كده اصبح عندي مقدار سلاسي غير بسيط عشان فيه رقم قبل السين تربيع ده اللي احنا بنحلله بالمجس نعمل مجس ونجرب اتنين سين تربيع ما فيش غيرها اتنين سين في سين الواحد ما فيش غيره واحد في واحد لو ضربت مجس وطرحته من بعض هيدك سين اتنين سين في واحد باتنين سين واحد في سين بسين لو طرحنا دول من بعض اتنين سين نقص سين هيدينا سين يعني الداني لحد الاوسط يبقى نماشي صح طب الاشارات عندك الاشارات الاخيرة سالب فالكبير ياخده اللي في النص الكبير بعد الضرب ياخده اللي في النص يطرى الكبير الواحد اللي فوجه اللي الواحد اللي تحت الكبير هنا الواحد اللي تحت عشان معاه في المجس اتنين لو ضربت واحد في اتنين باتنين لكن واحد في واحد هنا بواحد البالكبير الواحد اللي تحت ياخد الاشارة اللي في النص اللي هي سالب والتاني هياخد عكسه هياخد موجة هنكتب الاقواص بعد كده نسوي كل قوس بالصفر اما اتنين سين زاد واحد او سين نقص واحد وهنسويهم بالصفر تعالى نكسم الصفحة ونسوي كل قوس سالب واحد لو راح بعكس الاشارة هيسوي موجة بواحد الموجة بواحد لو راح بعكس الاشارة هيسوي سالب واحد لكن في هنا اتنين هاخلص منها هكسب هنا على الاتنين وهنا على الاتنين البسين تنفع قمتين تنفع سلب نص وتنفع واحد فقول له العدد اللي انت عايزه ينفع سلب نص وينفع واحد هناخد اخر سؤال اخر سؤال هنا على الاحتمال وده كنا وغدين وبالضبط في حصة الاحتمال فهجيبه من هناك المثال الاخير بيقول له كيس به عدد من الكرات المتماثلة منها اتنين باللون الاخضر دين اخضر واربع باللون الازرق والباقي باللون الاحمر انا عرفش الاحمر كان مدين احتمال بيقول له فإذا كان احتمال ساحب كرة خضراء واحد على الستة احتمال الكرى الخضراء واحد على الستة عايز حاجتين عايز العدد الكل للكراط وعايز عدد الكراط الحمراء في الاول عايز العدد الكل للكراط عشان نجيب العدد الكل هنستخدم نفس القانون لعندنا الاحتمالي سوى عدد العناصر على العدد الكل هو عايز العدد الكل يبا لازم يكون عندنا احتمال وعدد عناصر او عدد كراط فمدين احتمال الكوار الخضراء واحدة على الست ومدين عدد الكراط الخضراء اتنين نبديك احتمال سحب كرة خضراء وعدد الكرات الخضراء دول اقدر اجيب منهم العدد الكل هنطبق في القانون الاحتمال يسوي عدد العناصر على العدد الكل احتمال الكرة الخضراء واحد على الست نكتب تحت واحد على الست يساوي عدد العناصر اللي هي عدد الكرات الخضراء يساوي اتنين طب العدد الكلي ده اللي احنا عايزين نسميه مثلا سين يبقى احنا قلنا له احتمال الكرة الخضراء بتساوي عدد الكرات الخضراء على العدد الكل اللي احنا عايزين عشان نجيب السين دي او العدد الكل هنضرب مجس اقول له سين بتساوي اللقصات السين اكتبه تحت الوال واحد واللي اتنين في ستة اكتبهم فول بسط اتنين في ستة على الواحد اتنين في ستة باتناشر على الواحد هي بعينها اقل اتناشر يبقى العدد الكل للكرات اتناشر كرة بعد ما نجيبنا العدد الكل نقدر نجيب عدد الكرات الحمراء انا عندي اتنين اخضر واربع ازرق وما نعرفش اللي احمر فهاشمع الكرات اللي عندي اللي هما اللي اتنين والاربع وهترح من العدد الكل اللي هو اتناشر اتنين واربع ست ستة لما تترح من اتناشر هتفضلك ستة طيب عشان نجيب عدد الكرات الحمراء انا عندي كل الكرات اتناشر هترح منهم الكرات اللي عندي عندنا اتنين اخضر واربع ازرق اتنين واربع ستة خشوا من العدد الكل هتفضل لك ست كرات حمراء